اشتركوا في القناة عقوبة عدم احترام هذه المادة تبطير العقد ام عقوبة فقط لفها دعيرة او شي اخر قبل انطلاق الحلقة كان عندك بعض المشاورات وحديث مع ما هي المسألة هذه فالمادة 18 كما قال سي مقترد هي تلزم الفارق هنا حالة الرجاء بأنه كتابيا اطلعت شخصيا على هذه الوثيقة تقول انه خبرت ما اعرف ما اعرف الصحة ديالة او ما الصحة ديالة بأنه رجاء خبر خبر فارق الدفاع حسن جندي بالمسألة من بعد انه وقع المشكل الان اللي كيتطرح هو انه بالفعل قوانين ديال الفيفا تلزم وكذلك الجامعة المحلية تلزم الفيرق بأنها تعلم الفارق اللي غي تفاوض معه اللي عنده عقد غي يشارف عن نهاية مع اللاعب ولكن العقوبة اللي هي كتعاقب عدم امتتال هذه المادة هذه فهنا واش تبطير العقد ولما تبطي الشرق سمح لي شامل واحد بند في الفيفا لا ممكن توضيح يقول بأن اللاعب غير مأني بإعلام الفريق دياله في حال ما إذا أراد التوقيع القصة ديال هذه الحالات هذه فيها جانب قانوني وفيها جانب أخلاقي فالجانب القانوني كين وحده اللي كذلك جانب الأخلاقي لأنه الفيرق على شخصة تعلم تعلم باش يمكن واش تفتح المفاوضات من اللاعب جد العقد دياله أو لا خصت تعرف النية دياله كذلك واش بغي يبقى ولا ما بغيش يبقى كين كذلك الفارق واش ممكن أنه يبحث يبحث أو يعتمد عليه على لاعب آخر كين كذلك الجانب القانوني اللي يخصو يدار يمكن أنه الراجع يمكن أنه حالتين معا ديال بيساك ديال آسفي والهدوذي ديال الراجع فكنظر أنه خلقت ضجة وخلقت جادة لأنه فارق في هذه الوقتة ديال بيساك يمكن أنه كان عنده واحد اجتهاد معين في قراءته القانون في حين أنه الهدوذي كان تعامل آخر يمكن كذلك ما يؤخذ على الراجع هو أنه شخصيا لم أفهم أنه فارق لاعب ما زال على ديمة فارق آخر وكتنشر صورته بأنك تعاقلت معه فكنظر أن هذه مسألة كان فارق راجع عليه تجنبها مادم أنك وقعت مع اللاعب بما أنه العقد ديالك يسمح لك بأنك توقع معه في الفترة ديالسة شهر فالرجاء أنا كنت كنفضل أنه الراجع ما يدير شهادي لأنه ماشي كين غير القانون كين جانب الأخلاقي والأخلاق مهمة في التعامل مع هذه الأشياء